اشتركوا في القناة اماه لو النجمات تسكب نورها اماه شلالا وكل حناجر الاطيار لو غنتك موالا لو الانسى مطافة في رحابك تنثر عطرا ما وفتك يا اماه ما وفتك متقالا عن انس قال ارتق النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال امين ثم ارتقى الثانية فقال امين ثم ارتقى الثالثة فقال امين ثم استواف جلس فقال اصحابه على ما امنت يا رسول الله قال اتاني جبريل فقال رغم انكم رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت امين اللهم صلي على محمد في الاولين والاخرين ثم قال رغم انكم رئن ادرك ابويه فلم يدخل الجنة رغم انكم رئن ادرك ابويه ولم يدخل الجنة فقلت امين فقال رغم انكم رئن ادرك رمضان فلم يغفر له قلت امين قد يقول قائل لماذا الأم دون الأب قلت لا شك أن فضل الأب كبير ولكن فضل الأم أكبر قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وحصاله ثلاثون شهرا قال ابن عطية ذكر الله الأم في هذه الآية في أربع مراتب والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه ثم ذكر الحملة للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله لفضلك أمي تدل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل وذكرك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل لأمي أحن ومن مثل أمي رضاها علي نسيم عليل حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب وأثنى الكواهل حمل تقيل بدعواك أمي تزول الصعاب فدعواك أمي لقلبي سبيل فيا أمي أنتي ربيع الحياة ولون الزفور ونبع يسيل على راحتي كم سهرتي ليال وتلوع قلبك عند الرحيل فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي قوي ولحنا شجيا على كل فاه فمن ذا عن الحقي منا يمين ترجمة نانسي قنقر